اعادة التوازن الاقتصادي والمعيشي لابناء محافظة صلاح الدين بعد خرابها سعى مصرف الخليج الذي تم افتتاحه من جديد الى انعاش اقتصاد المواطني بجملة من العروض التي تخدم واقعه وواقع المحافظة هدفنا الرئيسي هو توفيع فرص عمل المن للخرجين الكليات وللعاطلين على العمل من خلال منحهم بعض القروض الصغيرة المتوسطة ان شاء الله وحسب الظروف المتاحة للمصرف والمتاحة للزبون رسوم كل الشرمزية هناك حساب توفير للاطفال يمكن هذا الحساب ما بي اي فوائد مجرد انه نفتح حساب بالبرعم حساب يفيد الطفل وتوفير بنفس الوقت خطوة ايجابية تعتبر للطبقة المسحوقة اللي مثل ما تعرف جنابك انه بعد احداث داعش الناس يعني اجت على واقع مدمر اذا كان في المنازل او حتى في المصارف او حتى في الدور او الاسواق او المحلات فاليوم اكيد عندما ينفتح مثل هكذا مصرف استثماري في محافظة صلاح الدين بفوائد او قروض بسيطة جدا بالامكان انه المواطن يقدر يستفاد من عندها اليوم الاجراءات الحكومية اكيد اجراءات صعبة ويعني صعبة بالمعاملة وبالحصول على هكذا قروض بس اليوم احنا مثل ما سمعنا هاي المصارف اليوم راح تسهل اليوم من الاجراءة للمواطن ومقابلها راح يقدر يستفاد المواطن يعيد دارا يعيد ممتلكات اللي انسرقت واللي انفقدت واللي فجرت انظيم داعش الارهابي الادارة بيانت حجم الاهتمام والتسهيلات في منح القروض فضلا عن فتح ابواب استثمار وخدمات تشمل كافة طبقات المجتمع العمليات اللي قدمها مصرف الخليج التجاري هي عمليات اليداع والسحب وعمليات اللي مصر كرت والحوالات الداخلية والخارجية والقروض بان معها القروض اسكان قروض تجارية قروض قصيرة الاجل قروض طويلة الاجل قروض تجارية قصيرة الامد ومتوسطة من اجل رفع المستوى المعيشي لهؤلاء المواطنين الذين تحملوا ما تحملوا من جراء هذه العمليات العسكرية والارهابية التي طالت المحافظة وبن خلال قناتكم الغراء نهيب باخواننا المقترضين الذين بذنبتهم استحقاقات المصرف الخليج التجاري فرع تكريد الاسراع بتزديد ما بذنبتهم الحرص على انعاش وضع المواطني وترميم واقعه أمر عزم عليه مصرف الخليج بمختلف المجالات جميل الغزالي قناة رشيد الفضائية محافظة صلاح الدين